دازلت اشتريت كاركا دي وحطيت الملح على الكاركا دي زي ما سيتي قالت بالزبط قال صالونات التجميل قالولي 19 ألف طب ازاي ده سيتي قالتلي بشوية كاركا دي هتبهير الجميع ده كنز للصبية والعجوز وكمان يخلي الشاب مليونير معقول اوالله زي ما بقولوكو كده صلوا على الرسول الليلة واول مرة تشوفوني انا مامة سولة اسراء فتحة سكتشن شكرا جدا لكل الناس الجميلة اللي بتعمل مشاركة الفيديو هاتي وشكرا جدا لكل الناس الجميلة اللي حتشارك الفيديو شبابه وبنات وكبار السن علشان الكل يستفاد اول حاجة كده اصطر له على الرسول الله سيتي قالتلي انزل اشتري شوية كاركا دي لان بجد هنعمل فكرة عبقرية هتنفع جدا للصبايا والعجوز وكمان هتخلي الشاب ملياردير ومليونير قلتلها معقول كل ده من شوية كاركا دي ده انا اشتريت ده انا اتصلت بصالون التجميل وقالولي 19 الف قالتلي انزلي بس يا اسرقه هاتي الكاركا دي وتعالي جبت الكاركا دي زي ما قالت بالزبط وحطيت اربع وحدات في كوبايا كده وصبيت شوية مياه مغليين مياه لازم تكون سخنة هنقلب كويس قوي الكاركا دي مع المياه السخنة زي ما سيت قالتلي بالزبط لو وصلت لحد هنا بقى اكتبوا لي بتشوفوني منين واتغطوا لايك وشاركوا الفيديو عايز اقول لكم سالون التجميل بيتوصل بيها دلوقتي وانا بعمل الفيديو بيقولولي اسرق احنا نزلنا لك يا مامة سولة السعر لعشر تلاف جنيه قلت لهم والله لو ببلاش ما انا عامله غطيت الكوباية بتاعة الكاركا دي وهي سيبع لحد ما المياه التام البخار كده وهنا حطيت معلقتين من الملح معلقتين الملح بنجيف لهم معلقة سكر وبناخد لهم لمونتين نبدأ نعصر الليمون فوق الملح والسكر المهم هنا انا غطيت الكوباية التانية مهمة اوي ان انتوا ما تغلوش الكاركا دي تعملوا كده وكأنكم بتعملوا شي شوية مياه مغليين ونغطي الكاركا دي تمام هنا ست بقى كانت بتكلمني وتقولي ان زمان كانوا بيعملوا الوصفة دي كانوا بيوفروا فلوس كتير اوي كانت بتخلي الشاب كده يبقى ميليوردير فعلا ضفت معلقتين من خلق التفاح وحابدأ كده ان انا قلب كويس اوي خلق التفاح مع كل المكونات لحد ما نحس يعني ان الملح ده بس شوية تمام بالشكل ده بجد بقى الوصفة دي جبارة عايزة اقول لكم ان صالون التجميل بيتصل لتاني مرة وبجد المرات دي انا قلت لهم ما تتسلوش بيا تاني لان انتوا اسعاركم وهمية وانا هعملها اصلا مش هتكلفني 50 جنيه زي ما ست قالتلي جبت مياه بردة عادي جدا ملح حنفية تكون مياه بردة وحابدأ ان انا اضيف كمية حلوة كده حوالكم بايا وحابدأ اقلب كويس جدا نعايز اقول لكم ان انا بعمل الفيديو وان انا قصما بالله عاملة منها اذا استهنا عندي بجد خزع بالية قلبت كويس قوي بعد كده حابدأ اجيب طبق كبير بصوا هنا لو تاخدوا بالكم الغطة بقى عليه كده بخار المياه كده نعرف ان الكركديه نزل كل الفوائد في المياه المغلية هجيب صفية وحابدأ اصفي ده هتقول لي بتصف المياه ديت ايوه طبعا علشان الباقي ان الملح ما يترصبش بعايا واحنا عايزين ان المياه بتاعتنا تبقى صفية تماما حاجة كده صفية حاجة رهيبة صفيت برضه الكركة دي وده بقى الشكل شايفين تحفى ازاي هنا بقى حابدأ ان انا اضيف معلقتين من مية الورد ما تنسوا اشتصلوا على الرسول الله وتشاركوا الفيديو علشان كله يستفاد تضغطوا رايكو تكتبولي بتشوفوني مين قالبت كويس قوي مية الورد مع الانجاز الفضيع والفكرة الرهيبة اللي انا بعملها ديت هنا بقى انا عايز اقولكم ان انا لما بعملها قسمهم بالله كل صاحباته بينبهرهم ولازم اعملهم معايا كل واحدة ازايزة انا هنا بصراحة كنت عامل ازايزة ليا ديت اللي انا متقيلها ديت هنا بتبقى تقيلة لان انا مضعفة كمية الكركة دي وبرضو عامل ازايزة تانية برضو ديت لقى خفيفة شوي لان انا مش مقترة في كمية الكركة دي تمام تقدروا يعني تخففوا وتقيلوا براحتكم انا اللي انا مخفيفة فيها الكركة دي ممكن لاستخدمها في اليوم سبع مرات اما اللي انا متقيلة فيها الكركة دي باستخدمها مرة صبح ومرة قبل النوم اول حاجة بنستخدم رشة كده على وشنا الصبحة ورشتين تلاتة على اي منطقة في جسمنا على رقابتنا ووشنا ورشة قبل النوم طبعا الشباب يقدروا يعملوا كميات كتير ويوزعوها على صلانة التجميل او يبعوها ويعملوا مشروع بيتي لان قصما بالله الازازة دي بتباع برب 3-4000 جنيه واسعار خزعبة ليا وبيروح البنات يعملوا جلسات نضارة بالعشر تلاف جنيه دي رهيبة دي بقى بتعمل ايه والحاجة بتحفز الكولاجين فبتشد التجعيد بتمحي التجعيد اصلا اقوى تونر هتعملوا لشد التجعيد تحفيز الكولاجين القضاء على التصبغات تفتيح البشرة من 3-4 درجات هتصغرك 20 سنة